هل ستصادق على أي من المرشحين في الجولة الثانية؟ لم نتوصل بعد إلى قرار بشأن دعم إردوغان أو كاليجدار أوغلو في الجولة الثانية سنحدد من ندعمه بعد المشاورات والمداولات في غضون يوم أو يومين وبمجرد اكتمال هذه المفاوضات سيظهر سؤال إردوغان أو كاليجدار أوغلو لكن هناك احتمال آخر وهو عدم دعم أحد كيف تصف العملية الانتخابية ونتائجها؟ إذا كنت سأقيم الانتخابات من وجهة نظري كنت أتوقع أن أفوز بنسبة 10% من إجمالي الأصوات في الواقع تم قياس ندائنا للناخبين في الميدان بحوالي 10% لكننا رأينا أن 1 إلى 2% من أصواتنا قد سرق في الميدان وهناك قدر آخر من أصواتنا تم إبعاده عننا باستخدام الازدواجية على الرغم من ذلك فإن 5% يعد نجاحا لقد حققنا هذا بمجهود شهر واحد وموارد محدودة وحصلنا على أصوات من جميع المناطق عبر خريطة تركيا وحصلنا على أصوات من جميع المناطق عن امتداد خريطة تركيا لقد حصلنا على تصويت متوازن للغاية من موجهة نظرنا وحين نتطلع للمستقبل هذا مهم للغاية فيما يتعلق بالمرشحين الآخرين ولاحظوا أن المعارضة كانت مخيبة للأمال لكنني رأيت هذا من قبل وحذرت المعارضة من ذلك أخبرتهم أنهم يعيشون في عالم الأحلام وعليهم الانتباه إلى هذا المجال وكان هذا نجاحاً ليردوغانا طلبت من الناس عدم التصويت لمرشحين يدعمون الانفصاليين فمن من بين المرشحين يدعم الانفصاليين؟ لدينا دائماً عبارة لن نسمح بالتفاوض مع الإرهاب على حساب جثث الوطن وهذا يعني أننا لا ندعم حزب الشعب الديمقراطي أو حزب هودابارا لن نقف في مكان يوجد فيه حزب هودابارا الآن أحد الشروط المسبقة لدعمنا وأن هذه الأحزاب يجب أن تنأى بنفسها عن حزب الشعب الديمقراطي أو حزب هودابارا يجب على حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وكمال كاليجدار أغلو والسيدة دوغانا أن يبتعدوا عن هذه الأحزاب إذا ما ابتعدوا عنهم فيمكننا الجلوس والتفاوض في الوقت الحالي لا أستطيع أن أقول إننا قريبون من هذا الجانب أو ذاك أو أنهم قريبون أو بعيدون عن الإرهابيين إن شرطنا المسبق هو النضال ضد الجماعات الإرهابية دون استفناء هل تعتقد أن هناك تدخلات خارجية في الانتخابات؟ من الغربي لدعم المعارضة ومن روسيا لدعم أردوغان؟ هذا الحكم هو حكم صحيح لقد رأيت أنه كان هناك تدخل في الميدان لكن لا يمكنني قياس مدى تأثير ذلك على نتائج نهائية هذا شيء سيكشف لاحقا ومن السابق لأوانه الحديث عن هذا لأن هذا موقف سيتم الكشف عنه بعد جهد طويل ومرهق يصعب على المشاهدين خارج تركيا فهم كيفية حدوث ذلك على الرغم من الوضع الاقتصادي السيء والمتدهور في البلاد نجح الرئيس أردوغان في الانتخابات النيابية وكان على بعد أصوات قليلة من الفوز بالرئاسة في الجولة الأولى هل يمكن أن توضح ذلك؟ يجد الناس أن المعارضة غير مؤهلة بالكامل الشعب لا يثق بالمعارضة المعارضة لم تعد القوائم النيابية الصحيحة القضية كلها ليست نجاح الحزب الحاكم أو أردوغان يتعلق الأمر بضعف الخصم وعدم نجاحه فيما يتعلق بالسياسة الخارجية برأيك ماذا سيكون موقف الرئيس الجديد من القضايا الإقليمية مثل سوريا والعلاقة مع إسرائيل والشؤون الدولية مثل الصراع بين الشرق والغرب وتحديد الحرب في أوكرانيا في العام الماضي قرر الرئيس أردوغان تكثيف العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل ما رأيك في ذلك؟ إذا استمرت الحكومة الحالية وإذا كنا جزءا منها حكومة أردوغان في موضع أوكرانيا فسيتم الالتزام بسياسة متوازنة اتجاه روسيا ولكن إذا كان الأمر يتعلق بك الإجدار وغلو فيمكننا القول أن السياسات ستميل أكثر نحن أوكرانيا يبدو أن العلاقات مع إسرائيل تعود إلى مسارها بشكل عام منذ البداية كنت شخصا يدعم نهج السياسة الخارجية المتمثل في تقليل الأعداء وزيادة الأصدقاء لا يمكن أن نفهم سبب سوء العلاقات مع إسرائيل لفترة طويلة لأننا تقاسمنا المصالح مع إسرائيل هذه المصالح المشتركة تفيد كلا من إسرائيل وتركيا أعتقد أنه بدلا من القتال يجب أن نحل مشاكلنا مع إسرائيل من خلال المفاوضات والاجتماعات عند نقطة التقاء هذه المصالح المشتركة هذه النصيحة التي سنقدمها للحكومة الحالية أما بالنسبة إلى ليبيا وسوريا طالما أن إردوغان موجود في السياسات الحالية طالما أن إردوغان موجود فالسياسات الحالية ستستمر إذا تم انتخاب كاليجدار أوغلو فقد تكون هناك بعض التغييرات في هذه السياسات على سبيل المثال قد نرى تطبيعا سريعا مع سوريا إذا وصل كاليجدار أوغلو في ليبيا هناك سياسات دولية قيد العمل وليست تفضيلات لأفراد أو لمرشحين الرئاسة ستستمر السياسة تجاه ليبيا